بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقصى هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سينة وشمال السعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحارة على جنوب السعيد الجو كمان هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد وحتى شمال السعيد ولطيف على جنوب سينة وجنوب السعيد والنهاردة كمان في شبورة مائية الصبحة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وائلة مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وسط سينة وفي نشاط للرياح على مناطق من جنوب سينة وسلاسل جبال البحر الأحمر خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ألمنا والخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بك كيف أهلا بحضرتك وطمينينا عن حالة الطقس النهاردة وأهم الزواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم نحن طبعا هيكون اليوم في استقرار في أحوال الجوية في معظم محافظات بالإضافة كمان تلاشي الفرص سقط الأمطار من على كافة المحافظات لأنه هيكون في زيادة الفترات سطوع أشاعة الشمس بالشكل الكبير ويمكن ده خيرا نحس به ارتفاع التصيفة جدا في قيم ضربات الحرارة بمعدل درجة الدرجة اليوم متوقع العزمة على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار 30 درجة مقوية فبالتالي إحساسي خلال فترة النهار تقتخري في مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوكه المحري ومحافظات شمال السعيد طقس نقدم معتدل على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط طقس حار على المناطق الجنوبية الجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده بيكون فترة النهار وتحديدا في فترة الظاهرة مع شدة الإشاعة الشمسي لكن فورا غياب أشاعة الشمس ودخلنا في فترات الليل بيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة وهتظل درجات الحرارة منخفضة خلال فترة الليل وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر مزيد من الإحساس بالخفاض قيم درجات الحرارة أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الفجر وخلال ساعات الصباح الباكر والصغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى بتروح ما بين 21 و22 درجة مقوية بعض المناطق اللي لها ظهير صحراء وبشكل كبير زي محافظات شمال السعيد كانت خفض الصغرى فترة الليل ل17 و18 درجة مقوية فبالتالي هتظل أجواء فترة الليل فيها برودة في أغلب محافظات الجمهورية كمان الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير واللي هتبقى موجودة معنا اليوم وهتكمل معنا خلال أيام المقبلة إن شاء الله مع الاستقرار في الأحوال الجوية الشبورة المائية الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق استحلية بعض المناطق من المقفضات الوكه البحري ومضل القناة وسط سيناء كثيفة يعني مزيد من الإنخفاض في الرؤية الأفقية لكن هي بتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس يعني تقريبا الساعة 8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تختفي الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن عن أغلب الطرق بالنسبة نشاط رياحة الموجود معنا اليوم هو نشاط رياحة محدود في بعض الأماكن من جنوب سيناء غير مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية هيثاب بشكل كبير على مزيد من الإحساس بالخصصات قيم درجات الخرارة لكن ما فيش منه تأثير ويمكن عد تالس رعات رياحة ده هيرجع مردوده على المسطحات المائية فبالتالس هي اهتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط استفاع الأمواج على البحر المتوسط ما بين 1 إلى 1.5 متر ومؤهل تماما لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنظم بالنسبة للبحر الأحمر أيضا استفاع الأمواج لا يتجاوز لـ 2 متر ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنظم الأحوال الجوية المستقرة ده متوقعا هي تكمل معنا على مدار الأيام المقبلة يمكن على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم مفيش اي فرص بسقوط الامطار في اي منطقة من المناطق الجمهورية متوسط درجات حرارة عزمة على القاهرة الكبرى ما بين 29 و 30 درجة مئوية وهتظل الشارعية مؤثرة بشكل كبير فعشان كده تنمتح كل سادة المواطنين مهم جدا بقدر الامكان تكون القياسة بنتهتين فترات الصباح الباكر مع وجود الشابورة المائية وناخذ بنا من نوعات الملابن بشكل كبير لو ناخذ الصح باكر أو لو نرسل من اجراءنا في التراتي اللي يبقى يبدو ان الاتصال انقطع بنشكرك شكرا جزيلا للدكتورة منار غينم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ودلوقتي مشاهدين تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونبدأها بالقاهرة اللي العزمة فيها 30 والصغرى 21 العاصمة الإدارية 30 و 21 اسكندرية 28 و 20 العالمين الجديدة 27 و 20 مطروح 28 19 وضميات 29 و 20 بورسعيد 28 و 21 الإسماعيلية 31 و 20 السويس العزمة فيها 32 والصغرى 21 العريش 27 و 20 كاترين 24 12 وطابة 29 و 20 حلايب 28 و 24 شلاتين 32 و 22 شرم الشيخ 32 و 24 والغرداء 31 و 24 الفيوم العزمة فيها 29 والصغرى 18 بني سويف 30 و 18 الوادي الجديد 38 و 34 سبعتاشر أسيوت 30 سوهاج 31 تسعتاشر قنة 31 تسعتاشر لأسور 32 تسعتاشر وأخيرا أسوان العظمة فيها 33 و 20 مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة ناردو دي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية ومرة تانية هنروح لمنا ومحمد نكمل معهم باقي فقراتنا شكرا لكلام شكرا للمشاهدة